بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا حول مقرر تنظيم حاسبات واحد بحمد الله وصلنا إلى الدرس الأخير في الباب الأول Register Transfer and Micro Operations هذا الدرس عن العمليات التي تتم في وحدة الحساب والمنطق والإزاح وهو بعنوان Operations of the ALSU الجدول أمامنا يوضح جميع العمليات التي يمكن أن يقوم بها الحاسب في وحدة الحساب والمنطق والإزاح كما ذكرنا في الدرس السابق ما هي العملية المراد تنفيذها؟ هل هي حسابية أم منطقية أم عملية إزاحة؟ وإن كانت حسابية فأي نوع من العمليات الحسابية نريد أن ننفذ وإن كانت منطقية أيضا فأي نوع من العمليات المنطقية نريد أن ننفذ وإن كانت إزاحة فهل هي إلى اليمين أم إلى اليسار؟ ما الذي يحدث هذه العمليات المحددة؟ إنه الـ Operation Select اللي هو في التباديل الممكنة لـ S3, S2, S1, S0 و CN كما ذكرنا في الدرس السابق نعطي مثال العمليات 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 الأولى هي عمليات سابية والعمليات الأربعة التي تليها هي عمليات منطقية وآخر عمليتين في الجدول هما عمليات إزاحة إذا كانت التباديل لخطوط الاختيار أو Selection Bits أو Selection Lines كلها صفر كما في هذا السطر فإن العملية هي عملية حسابية وبالتحديد عملية Transfer هذه هي إذا كان الـ Selection كمثال آخر هو الموجود في هذا السطر 0, 1, 0, 0, X وX هذه X هذه في عالم البيناري تعني هذه الـ X وتتكرر كثيرا في الجدول لاحقا تعني Don't Care Do Not Care يعني لا يهمنا إن كان محتوى الـ X هنا صفرا أم واحدا سيان الأمر سيان في هذا السطر نرى أن العملية هي عملية أنت وهي من العمليات المنطقية إذا كان الـ Selection Bits تعطي تباديل بهذا الشكل في هذا السطر مثلا 1 صفر والباغي سيان بالنسبة لنا فهذه عملية إزاحة إلى اليمين وهي إحدى عمليتي الإزاحة التي يمكن أن يقوم بهما وحدة الحساب والمنطق والإزاحة هناك ملاحظات سجلناها باللون الأحمر وهي أن جميع العمليات الحسابية يكون فيها S3 S2 هي صفر صفر تبدأ بصفر صفر لا بد أن تبدأ الأسطر بصفر صفر إذا بدأ السطر بصفر صفر نعرف أن العملية حسابية فهذا ينطبق على الثمانية أسطر الأولى من هنا إلى هنا كلها تبدأ بصفر صفر في خانتي S3 والS2 أما إذا كانت الـ Operation Select التباديل تبدأ بصفر واحد فهذه عملية منطقية وهذا نجده في هذه السطور الأربعة كلها تبدأ بصفر واحد في خانتي S3 والS2 إذن S3 S2 إذا ساوت صفر واحد فهذه عملية منطقية وإذا ساوت S3 S2 واحد صفر فهذه إزاحة إلى اليمين هذا واضح وإذا ساوت S3 S2 واحد واحد هذه إزاحة إلى اليسار هذا واضح في هذا السطر وفي هذا السطر أما للتفريق بين العمليات الحسابية فيما بينها فنحتاج للذهاب إلى باغ السطر وهو S1 وS0 وCN فنعرف أنه إذا كانت العملية تنتهي بـ 3 أصفار بعد الصفرين الأولين فهي ترانسفير فإذا كانت تنتهي بـ 0 واحد بعد الصفرين الأولين فهي إنكرمين وهكذا وفي العمليات المنطقية أيضا ننظر بعد الصفر والواحد فإذا كانت تنتهي بـ 0 وDon't Care فهذه عملية أنت إذا كانت تنتهي بعد الصفر والواحد بـ 0 وDon't Care فهي عملية OR وهكذا إذن تبادل الـ Operation Select Lines أو Operation Select Bits التي تحدد نوع العملية التي تقوم بها وحدة الحساب والمنطق والإزاح أي أن هذه العمليات هي التي نجدها في الـ Output بتاع الـ ALSU كما رأيناه في الدرس السابق التي تحدد ما هي FI FI إما أن تكون ترانسفير إذا كانت عملية حسابية أو تكون AND مثلا إذا كانت عملية منطقية أو تكون إزاحة إلى اليمين أو إلى اليسار حسب التبادل المأخوذة من هذا الجدول وبذا نكون قد ختمنا دروسنا حول الباب الأول Register Transfer and Micro Operations ونواصل إن شاء الله في الوحدة الثانية من هذه الدروس مع الباب الثاني لمقرر تنظيم حاسبات واحد